موسيقى أهلاً وسهلاً فيكم أصدقائنا المشاهدين من وراء الشاشة في أحلى تلفزيون تلفزيون ولد الكويت نرحب فيكم في برنامجنا برنامج رحلتنا راح نأخذ تمرح لوايد حلوة اليوم نسمح في هل جوة الحلوء نستفيد من المعلومات موسيقى تعرفين حور أن حديقة الحيوان تعتبر مكان تلفزي عام لجميع الفئات في المجتمع ويكون فيها أكثر من نوع من الحيوانات أي صح ملك ويحطون هذه الحيوانات بقفص خاص لهم أو مكان خاص يحطونهم فيه تشوقنا أننا نأخذ جولة داخل حديقة الحيوان بس شرايج حور أننا نفتح الإنترنت ونبحث أكثر عن حديقة الحيوان وأقسامها ومشون تتكون شرايج أوكي يلا دخل طويلة داخل حديقة الحياة كم أكثر الظالم التي تريدنا أنت؟ الدب أنا أنا سأرى الأسد وهم أنا سأرى القرود والشمبانزي أنا سأرى النمر بما أنت تحب أن الدب أيضا من قبل لماذا أنا أحبتي الدب؟ أنا أحبتي شول لونة لأن الونة أسود أبيه صحيح لنا جميلة ألوان أنا في نفسي أرى الأسد، لا أعلم لماذا؟ أشعر أن يخرق أنا أخاف من الأسد يعني أقول صراحة، أخاف من الأسد لكن شكله جميل، أنت تلعب معه جميل لكن إذا كان جميلة جميلة أكيد، أكيد، صح أنت لم تقلت لكي أحبه بعد؟ قلت لكي أرى الأسد، أرى الشمبانزي لا أرى حركات نعم، هذا الشئ تقلت لكي أرى أرى الأقرود؟ أرى الأقرود؟ أنا أرى الأقرود، أنا أرى الأقرود أرى أرى الأحيانات التي يتحدث هنا يلا نحن نذهب إنها الماضي تحرق بانحن الماضي وراء الله أرى الأن وأدوان، أرى الأسد أخاف، أرى الأرور اشتركوا في القناة 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 بس تاكل موز لا هذا شيء مصحيح تاكل موز وتاكل لحوم وتاكل ورود وشي اسمك اسمك اللحوم ايه صد اول مرة عرف المعلومة لا ويدنات قرأوا عن هاد شيء تدرينا عاد انا قريت معلومة بعد عرفت ان القرود ممكن نصاب امراض مثل الالتهاب الكبد والسل بعد القرود لا تصاب بالبر ابدا صد ايه وبعد انا عرفت معلومة خلق قولت ياها تدرين ان يتم تدريبهم على غسل الاطباق وفتح الزجاجات وهم ان يمكنهم ان يفتحون الميكرويد لا هذا انا ما سمعت عنها القرود يمكنهم ان يساولون نص البشر ايه تخيلي يتم تدريبهم يلا خلق نعرف معلومات الزيادة يلا يلا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وخذينا جولة جوالة جميلة حلوة حديقة الحيوان والحين معنا الدكتور امل جلال سؤالي لك شنو هو مهام الطبيب البيطري في حديقة الحيوان هو اهم حاجة مهم الطبيب البيطري لإعتناق بالحيوانات الحيوانات اللي عندنا هنا اعتبر ثلاثة كروز الحيوانات جهزة للعرض على طور ودي اللي الموجودة في الاقفاص او الحزائر الموجودة بتاعتها في حيوانات بيبقى فيها بعض المشاكل المرضية فدي موجودة في المعزل وفي حيوانات بتجلنا من خارج الحديقة اللي هي تبقى مصادرات او في الجمارك او ما مسكوكة ضالة في الشارع ودي بنتعامل معها بقطاع خاص بالنسبة هنا للمحيوانات اللي هي الموجودة في الحديقة جهزة للعرض دي بيستحنا بالرعيها كل يوم مراحزة للأكل والشرب النظافة بحيثنا تبقى جهزة للعرض الحيوانات اللي هي بتبقى فيها مشاكل مرضية بعضها بنقدر نعزله في مكان خاص بالعيادة في بعض عشان دي حيوانات برية صعب انها لو عزلت واحد عن القطيع ممكن من التوتر والقلق ممكن يموت فبالتالي بعزله بس في ظهر حيوانات العرض فالحيوانات الثانية بقى اللي هي بتيجي تعتبر من خارج الحديقة نتيجة لمصادرات في الجمارك او نتيجة حيوانات برية ضالة دي بنخدها عندنا في المحجر نحطها تحت المراحزة الى ان تثبت خلوها من اي امراض معدية او امراض مشتركة بعد جدا اما ندمجها او نشوف الوضع القانوني بتاعها ايه ونبدأ نتصرف على هذا الاساس شين المشاكلة دائما بتواجهونها بالحيوانات؟ هو طبعا هنا الحيوانات المشاكل تبقى دائما الحيوانات اللي هي المعروضة مشاكل فيه الجهاز الهضمي عدم الاكل بعض نقص الاملاحة معدنية والفيتامينات تغيرات الفصول ودرجات الحرارة دي كلها بتغير على الحيوان الان جانب احنا عندنا حيوان بري وليس حيوان مستقنس الحيوان البر برضو بيبقى ليه معاملات خاصة من ناحية التوتر العصب بتاعه من ناحية كترة مساعد عدد الزوار الكتير ممكن يعمل له توطر وقلق الويك اند برضو فيه ناس بتأكل كتير نيجي تاني يوم احنا فيه بعد الويك اند لازم نخلي بالنا ان الحيوان كال كتير فبنقلل الأكل شوية نبدأ نلاحظ التغيرات في الطبيعة او التسلوكيات بتاع الحيوان حلو انا بعد عندي سؤال هل يكون فيه هناك بطاقات تطعيمات حكي الحيوان وفيه تدوين أدوية حكي الحيوان؟ عندنا هنا نظام العمل في الحديقة فيه حاجات اسمها إجراءات دورية إجراءات الدورية دي اللي هي تحطير الأخفاص بالصفة دورية مثلا كل شهرين ده الروتين ويرك وفيه بعد كده عندنا التحصينات ودي بتبقى على مرتين في السنة كل أربع شهور بعد كده مقاومة الديدان ودي تبقى كل ثلاث شهور بعد كده عندنا أملاح أضافات أعلاف وأضافات غزائية ودي بنعملها مثلا حسب تغير المناخ والتقص في الجو فبنعملها على أقل مثلا كل شهرين أو حاجة زي كده على حسب سلوكيات أو ظروف الحيوان اللي موجوده الجو اللي هو عايش فيه شنو النظام اللي دايما نتوونه حاجة حيوانات مثل تواكلونهم تغزلون لهم طبعا إحنا عندينها طبعا حيوانات برية فلازم الأول اللي يبقى عارفين هو في طبيعته البيئية الطبيعية اللي بيعيش فيها بيأكل إيه؟ فبنحدد إحنا كميات الأكل اللي هو عاوزها على حسب وزنه وعلى حسب عمره وعلى حسب حالته الصحية الكميات والنوعيات نبدأ نديله هذه الكميات على وجبتين صبح وآخر النهار بحيث أنه الحيوان يعيش أقرب ما يكون إلى بيئته الطبيعية فطبعا عندنا حيوانات مختلفة كل حيوان فيه هنا أكلات اللحوم يبقى مش نأكلهم عشاب يأكلوا لحوم فيه عندنا أكلات الأعشاب وفيه عندنا مختلط ما بين الاتنين اللي هو زي الأرود وزي الدببة اللي هو يعتبر تعبع الفصيلة بتاعة الكلاب اللي هي بسمية كارنيفرا وآكلة اللحوم فبيختلف الأكل طبعا الطيور اللي هي أكلها الوحدة فبيختلف الأكل على حسب نوعية الحيوان وطبيعته فيه الحياة البرية بتاعته ودلوقتي تعالوا معنا نروح بقى العيادة عشان نتفرج على الأقسام اللي احنا دايما بنتعامل معها داخل العيادة عشان تكون متابعة صحة الحيوان هل تكون بشكل يومي؟ طبعا حيوانات المتابعة الطبيعية أو الدورية دي شكل يومي تيب نقسم جزء من نحنا مرورة على الحيوانات بعد كده بناخد ملاحظات اللي هو الكيبر اللي هو اللي بيراعي الحيوانات اللي بقدم الرعاية لأكل والشرب والحارس بتاع الحيوان بناخد ملاحظاته لو أي تغير في السلوك أو تغير في الوظائف الحيوية الحيوان ما بيأكلش كويس الحيوان مشربش الحيوان واخد جنبه وبعيد أبدأ أنا أتصرف لن دي بتبقى أولى العلامات إن في عندي مشكلة أقدر إن أنا أتصرف بعدها بعد كده الحيوان لو سعاد بيحتاج علاج داخل الحزيرة لأننا دي حيوانات برية فلازم فصلها عن القطيرة سعاد بيبقى استرس أو توتر أكتر من وجودها للعلاج فبنعليجها داخل الحزيرة بعضها بيجيبوا هنا عندنا في العيادة لو كان فيه جرح نخياطه لو كان فيه مثلا اللي بسمها إصابات الردية نتيجة للجري نتيجة الخبط فصور ولا حاجة إذا كان فيه كسر إذا كان فيه خراج بعض العملات البسيطة ممكن نعملها هنا في غرفة العمليات دي بسمها البول كلينيك اللي هي يدخلها أي حيوان طبعا عندنا شايفين تربزات عمليات وهي تربزات الغيار عندنا مصدر للإضاءة وده المطور اللي احنا بنطهر بكل الأخفاص قريبا دوريا كل شهرين ولو في عندي مشكلة ظهرت بيبقى على طول يبقى كل يوم ويوم لغاية مدة أسبوعين هل يكون فيه هجوم من قبل الحيوان؟ طبعا إحنا بتعامل مع حيوان بري فلازم نبقى عاملين حسابنا من الأول إزاي أنا أقرب منه فعندنا التغدير والتغدير ده بيبقى فيه مهدئات وفيه منومات على حسب درجة التعامل لنا دخل عليه وعلى الحيوان أقدر أحدد الجرعة ونوع الدواء اللي أنا أهديه أو أنايمه به ما صار معاكم موقف يا بتون؟ يعني بعض الحيوانات بيبقى بان عليها أعراض الزعل بالذات الشمبانزي بيبان عليها أعراض الزعل جامد اللامة الجمل دي بتقدر نشوف اللي هو تسموها التعبيرات الوجه بتاعها أكتر نصرح ما عندك موقف صار؟ طبعاً لا عندنا لو عندنا الشمبانزي بيتر لو شفت بلتو البيض بيس يرخ ورمينا البطاطس ورمينا لا طبعاً لأنه دايماً خد اكسي بيرس أو خد خبرة إن أنا داخل هي ما هديله علاج هي ما هديله حونة فبيخاف مني عشان كذا ما بدخل للفحص العادي بسيب البلتو بتاعي بره دكتور إذا الحيوان ما ينطق ولا يتكلم شو تعرفوا المرض اللي فيه؟ ما هي دي بقى مهمة الطبيب البطري إنه هو بيتعامل مع حيوان ما بيتكلمش مشكلتنا هنا في الحيوانات اللي هي في الحديقة تعتبر حيوانات برية ده ممكن الحيوان يداري الألم عشان ما يبينش أنه ضعيف لو الحيوان أه لو الحيوان بيينه أنه ضعيف في الحياة البرية الطبيعية هيحصل إيه؟ يفترس من حيوان آخر فبالتالي يحاولون يبني منه قوي ودي مشكلة فلازم إحنا نكون ملاحظين لبعض التغيرات الفيسيولوجية اللي هي بتبني على الحيوان مثلاً من أبص على الحيوان من لون العين أبص على الحيوان من الشفائف بتاعته إحنا بسمعها الخضم أو النقسترين بتاعته لو كانت ويت أو دراي أبص على الحيوان من الحركة بتاعته فبقدر أستنتج من التغيرات في الصفات الطبيعية إنه عنده مشكلة إن كتير قوي حيوانات متبينش العرض إنها بتخاف إنها تبقى إيه؟ تفترس من حيوان تاني إن مهما عملنا إن إحنا حضرنا الحيوان بيئته الطبيعية مش هتبقى زي البيئة ومش هنغير في صفاته إنه هو حيوان بري فدي حاجات موروسة داخل الحيوان يعني تجدون أن تفهمونا بسهولة؟ طبعاً لازم معنى كتير متابعة أول مرة أعرف هالمعلومة طبعاً الحيوان حيوان بري مهما حصل يعني عندنا التعلم نيجي نأكله يأخذ الأكل ويخبينه لأنه يتعود على كده ها تعوده ده حياته طبعية حابة أعرف بس وين السابحون هم؟ طبعاً التسبيح هو الحيوان طبعاً نعرفي حيوانة بري دايماً هي بتهتم بنفسها أكتر لكن إحنا عندنا أم حاجة إن إحنا السراوين دي بتاعهم هو البيئة المحيطة بتاعته بتبقى نظيفة فبالتالي مش هيتوسخ حلو بس إحنا نحاول خلي البيئة بتاعتنا نظيفة أوكي وشوان تم الجراحة أو الولادة حاج الحيوان؟ طبعاً من ناحية الجراحة فطبعاً في حالات اللي هي الجراحة العامة اللي هو القصور هنا وساعات بنعملها في نفس المكان بتاع الحيوان ليه؟ لما نقله يسبب عليه خطورة أكتر إنه هو من العلاج نفسه فبنعمل إحنا عندنا زي بلانكت كده أو مفرش بريفرش ومعقبة وناخد الأدوات بتاعتنا معقمة ونبدأ نشتغل في نفس المكان ونسيب الحيوان مع القطيع لو ما فيش خطورة عليه لو الحيوان فيه مخطورة عليه بنبدأ ناخده مع اثنين أو ثلاثة من القطيع في العزل اللي هو خلف الحظيرة الأساسية بتاعت الحيوان لو العملية كبيرة بقى بتدخله هنا أو نتعاون مع أي مركز تاني يكون متخصص ودي ما بتحصلش إلا نادراً يعني لأن هنا الحيوان بتبقى تحت رعاية كاملة وملاحظة تامة طول الوقت دكتور أنا عندي سؤال واحد بسألة نمتكروا حديقة الحيوان فترة كورونا شان كان وضعها الحيوانات طبعاً احنا كان أهمنا في الفترة دي طبعاً نحنا نتبع كل التعليمات اللي هي كان متصدر منزارة الصحة والأجهات المعنية نحنا نحفظ على سلامة الأفراد الموجودة وتطبيق كل الاحترازات في الحيوانات ثانياً كان عندنا اهتمام خاص بالحيوانات اللي هي الأكلات اللحوم لأن قالوا إن الكورونا بتيجي فيه أكلات اللحوم فاحنا برضو اللي هو النمور والأسود والتعالي والحاجات دي كان دايما عنينا عليهم علشان نلاحظ أي تغيرات في السلوكيات أو تغيرات لأعراض مرضية تدل على احتمال حدوث مثل هذه الأصابة والحمد لله مع الرعاية ومع القفل الحديقة وأخذ كل الاحتياطات اللي هي الحيوية أو الأمان الحيوي الحمد لله ما ظهرش عندنا أي أعراض لهذا الوباء داخل الحديقة الحمد لله كان وابحهم وايد حلو؟ كانوا كويسين الحمد لله ومنشة الأمور وكان ما فيش اللي هو كانت فيه زوار فالألأ بتاع الحيوانات قل شوية يمكننا عازين وقت دلوقتي دلوقتي نبدأ نعودهم إن شاء الله لما تفتح الحديقة على أدابتيشن أو تأقلم على زوار تاني عشان كده دايما تواغدنا دعاهم كل يوميا على أقل مرتين يوميا كل يوم حلو مشكور وايد ويعطيك ألف عافية وخلكم معنا في رحلتنا اشتركوا في القناة أشتركوا في القناة جميلة عن الزرافة، هل تعرفينها؟ ماذا؟ أول معلومة عرفتها أن الزرافة من كثير سرعتها الكبيرة تستطيع أن تنحاش من أسد لا أعرفك، حتى أنا أكتشفت معلومة، فقط أنت صج؟ ما هي؟ أن الزرافة إذا حستت في الخوف، تصرخ بعض قوة ما عندها صج؟ أول مرة أعرفت هذه المعلومة، لأن الزرافة دائما ساكتها لا تصول فيها، لا تصرخ بصوت عالي عرفت معلومة غريبة وأول مرة أسمعها في حياتي تدري ما هي؟ ماذا؟ أن المولود الزرافة بعد عشرين دقيقة من الولادة يقدر أنه يوقف على حياتي تخيلي؟ أنا أكتشفت معلومة ماذا؟ أن بعد ساعة من الولادة، المولودي سيقدر يركز أوه، معلومة قريبة من معلومتي ايه أنا أول مرة أسمع أنه سيقدر يركز ايه، حتى أنا، وهذا مصدامت شون؟ ترين حور أني يشبهوني الجمال دائما بالغزال لأنه جميل؟ صد؟ ايه؟ ترى حتى أنا عندي معلومة، بس أنت معلومات تشلوان؟ شنو هي؟ تدري الغزال، تعيشني مدة عشر سنين، ليه خمسة عشر سنة؟ صد؟ ايه؟ وبعد أنا أعرف معلومة جميلة شنو؟ أن الغزال يعيش في حياة الأسر داخل محميات الطبيعية أكثر من حياتها التي يتعرض حق الخطر فيها صد؟ ايه؟ أول مرة أسمعها شوفي شون ويد جميل ويت واكفة بالنص هنا شون ويد جميل ويت في الفيديو لما تبقى سنوات سنوات كانت مفقاة الجميل لما تتعرض حيوانات ما شوفي شائع؟ أمشي نصبر معاهم؟ إيه؟ وايدي سانس على الأسد وعلى القرود أنا وايش سانس نعم رحت عند الأسد لأنا قاية لأب معانا إيه صح؟ وهمني سانس على الزراف والغزال غزال وايض حلو بوي شوني يمنى يوقا نصوا اللقاء وهمنا اللقاءات وايدي استفدنا منها معلومات يعني أنا أول مرة أسمع المعلومات عن حديقة الحيوان صح وهذه كانت رحلتنا اليوم ونشوفكم في حلقة القادمة ورحلة القادمة مع السلامة اشتركوا في القناة